البعد الاجتماعي هنا اكتر حاجة بسطاني وعجباني وفرحان بيها احلى وامتع منظر في الدنيا ان انت تبقى قاعد في المنطقة الترفيهية اللي هي على المامشة وتشوف اب وام قاعدين شربوا حاجة وقدامهم ولادهم بيلعبوا بقى عندك انك اللي هي الولاد الصغارين في الكيتز ايريا اللي هي بقى الترامبولينز والزحليق والحاجات دي اكبر شوية فعندهم ملعب البادل وعندهم ملعب الكورة وغيره 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 المنتهى الامام بمنتهى اللطافة حاجات اما ببلاشة اما باسعار رمزية وهو كده كده حتى لو مش عايز يتكلف حاجة فهو جايب حاجته معاه وقاعد في الاماكن النظيفة الجميلة المتوفرة في المامشة بمنتهى يعني التحضر ومنتهى الادمية ومنتهى الشياكة وقاعد بيشرب الحاجة اللي هو جايبها معاه او بيأكلها او لو هو بيشتريها وولاده قدامه بيلعبوا فالباكتج دي كلها باكتج خطيرة بصراحة انا اكلمك بقى عن طباعي الشخصي يعني ان البعد الاجتماعي هنا اكتر حاجة بسطاني وعجباني وفرحان بيها زي ما فيه اوتل واجانب زي ما فيه شاطئ مجاني زي ما فيه مامشة متاح لللي معاه واللي معهوش لو معاك عايز تشتري حاجة هتلاقي مش هتشتري وهتيج بحاجتك معاك وتقعد تبسط هتاخد نفس الخدمة بنفس المنظر الجميل والبحر قدامك والمامشة قدامك فدي باكتج خطيرة بصراحة